رئيس مجل الزراء بيلتقي مع المجموعة المختصة بالصناعة وزيرة الصناعة والتجارة ورئيس اتحاد الصناعات لدراسة ما يلي استمرار الصناعة في مجمل البند الخاص بالصناعة الغذائية الصناعات الغذائية لا يمكن أن تتوقف الصناعات الطبية لا يمكن أن تتوقف رئيس مجل الزراء اتكلم النهاردة على الكثير من التدابير التي اتخذتها الدولة وتتخذها الدولة من أجل استمرارية النشاط الصناعي في بنده الغذائي والطبي على جدول أولويات الحكومة المصرية لذلك كل ما يساعد في هذا تم تدبيره تم الموافقة عليه تم مراجعته منها مستلزمات الانتاج وصيارات النقل الثقيل على الطرق والمحاور يسمح لها بالتحرك نظر لأنها تحمل سلع ومستلزمات انتاج للصناعات الغذائية والطبية المنتج اللي بيخرج من المصانع اللي بتنتج صناعات غذائية أو طبية تسويق وتوزيع هذه المنتجات أيضا مسموح بتنقل وانتقال حركة البضايع والسلع والمنتجات ده كان لقاء رئيس مجلس وزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بحضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أعلن أنه اتحاد الصناعات بيساهم بمبلغ خمسة مليون جنيه يتم توجيجها لشراء المستلزمات الطبية الخاصة بوزارة الصحة ورد عليه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقال نحن لا نحتاج أو نحن في أمس الحاجة إلى أجهزة التنافس الصناعي يبقى رئيس اتحاد الصناعات بيعلن مساهم الاتحاد الصناعات بخمسة مليون جنيه مسلزمات طبية لوزارة الصحة رئيس الوزراء بيقول احنا محتاجين أجهزة تنافس صناعي أهو وجه رئيس الوزراء بأن يتم التركيز على شراء أجهزة التنافس الصناعي مؤكدا هذا من أهم احتياجاتنا اليوم يبقى معنى ذلك أستنبط من هذه النقطة ساهموا إلى رجال الأعمال والمستثمرين ورجال الصناعة وأهل الخير ساهموا مع الدولة مع وزارة الصحة مع الحكومة بأجهزة التنافس الصناعي سواء مساهمة في شراء أجهزة أو في تصنيع أجهزة فأهم ما يبحث عنه العالم الآن هو أجهزة التنافس الصناعي ده النهاردة كان في حوار من حوار مصطفى مدبولي رئيس مجل الززراء ومحمد السويدي رئيس الاتحاد الصناعات المصرية